داخيلهم فيتجذر إحباطهم ويدفع بعضهم إلى البحث عن الأمل والانفراج بعيدا عن وطنهم الذي يخسر يوميا كفاءاته العلمية وشبابه وتتآكل قدراته على مدى خمسة عشر سنة مضت تحول الفراغ إلى قاعدة في البلد بينما وجود الدولة ومؤسساتها هو الاستثناء أما اليوم فالحلقة المفرغة تحاصر الآمال بإمكانية الخروج من المأزق الذي أضحى أزمة وطنية تهدد ما تبقى من مقاومات الدولة والدستور والمؤسسات لكن الأخطر هو ما تتركه هذه الأزمة من تداعيات سلبية على يوميات اللبنانيين الذين يستعيدون مشاهد مؤلمة من زمن ليس ببعيد وهي تستعاد اليوم في سياق مسار الانهيار المتعدد الأوجه وكأن هناك من يسعى ويعمل على تكرار تلك الطقوس تحقيقا لغيات في النفوس ومن دون العودة إلى سرد وقائع أصبحت معروفة لدى اللبنانيين فإن الواقع المالي المأزوم بتراكم الأخطاء في السياسات المالية والذي وضعنا خريطة طريق لمعالجته في خطة التعافي التي اعتمدتها حكومتنا وباشرنا التفاوضة مع صندوق النقد الدولي على قاعدتها ثم توقفت باستقالة الحكومة تحتاج اليوم إلى حكومة قائمة تستكمل التفاوضة مع صندوق النقد لوضع البلد على سكة الخروج من الأزمة الحادة التي ترخي بأثقالها على لبنان واللبنانيين نحن اليوم أمام واقع صعب جدا عبر عنه البنك الدولي في تقديده قبل أيام عندما اعتبر أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي ومقاله البنك الدولي تؤكده الوقائع التالية أولا عجز في تشكيل حكومة جديدة تتصدى للمشكلات الحادة المالية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية ثانيا عدم ارتقاء القوى السياسية إلى مستوى المسئولية الوطنية وقصور في إدراك حجم الأزمة وتداعيتها ثالثا استمرار توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي رابعا استمرار تجميد خطة التعافي التي وضعتها حكومتنا خامسا تقليص مصرف لبنان الاعتمادات لاستيراد المواد الأساسية سادسا فقدان الأدوية وحليب الأطفال والمحروقات بسبب اعتماد التخزين للمواد الأساسية من قبل بعض التجار سابعا ممارسة التهريب بمختلف الطرق ولمختلف المواد الأساسية على الرغم من الجهود لمواجهة عمليات التهريب بمختلف أشكاله ثامنا ترد متدحرج في تأمين الحد الأدنى من متطلبات اللبنانيين المعيشية والاجتماعية والدوائية والخدماتية من بنزين ومزوت وكهرباء تاسعا نصف حاد في الطاقات العلمية والبشرية وعاشرا حصار خارجي مطبق على لبنان وممارسة الضغوط المختلفة لمنع وصول المساعدات إليه لدفعه إلى الانهيار الشامل إن كل هذه الوقائع تجعل الظروف الداخلية على مشارف الانهيار الشامل الذي سيكون اللبنانيون ضحاياه بينما ستعاود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ للناس والبلد إن الانهيار في حال حصوله لا سمح الله ستكون تداعياته خطيرة جدا ليس على اللبنانيين فحسب وإنما على المقيمين على أرضه أيضا وكذلك على الدول الشقيقة والصديقة في البر أو عبر البحر ولن يكون أحد قادرا على ضبط ما يحمله البحر من موجات إنني وبإخلاص أوجه ندائين واحد للبنانيين والآخر لأشقائي وأصدقاء لبنان للبنانيين أدعوهم إلى الصبر على الظلم الذي يعانون منه أو سيطالهم من أي قرار تأخذه أي جهة ويزيد في معاناتهم لا أريد توجيه الاتهام لأحد لأن المرحلة تتطلب أعلى درجات المسئولية كي نتمكن من تخفيف آلام السقوط في حال حصوله لا سمح الله وأدعو القوى السياسية إلى تقديم التنازلات وهي صغيرة مهما كبرت وهي صغيرة مهما كبرت لأنها تخفف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف فتشكيل الحكومة بعد نحو عشرة أشهر على استقالة حكومتنا أولوية لا يتقدم عليها أي هدف أو عنوان خافوا الله في هذا الشعب الذي يدفع أثمانا باهظة من دون ذنب لأشقاء لبنان وأصدقائه أناشدهم عدم تحميل اللبنانيين تبعات لا يتحملون أي مسئولية فيها فالشعب اللبناني ينتظر من أشقائه وأصدقائه الوقوف إلى جانبه ومساعدته في محنته القاسية ولا يتوقع منهم أن يتفرجوا على معاناته أو أن يكونوا مساهمين في تعميقها أناشد الأشقاء والأصدقاء لبنان في قلب الخطر الشديد فأما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا لا تساعة من دمي اللهم أشهد أني قد بلغت اللهم أشهد أني قد بلغت اللهم أشهد أني قد بلغت الله يحمي لبنان الله يحمي اللبنانيين